اشتركوا في القناة في ثورتهم على نظام العقيد الراحل معمر القذافي 2011 هو السيد عمر بن المختار ابن عمر المنفي الهلالي ولد عمر بن المختار بعد عمر المنفي عام 1862 في قرية جنزور منطقة الجبل الاخضر ببرقة شرقي ليبيا لأسرة تنتمي إلى قبيلة المنفة توفى والده حاجا بمكة فتولى الشيخ حسين الغرياني شيخ زاوية جنزور السنوسية رعايته بوصية من أبيه فأدخله مدرسة القرآن الكريم بالزاوية التحق عمر المختار بمعهد واحة الجغبوب التي كانت آنذاك عاصمة للدعوة السنوسية شرقي ليبيا فدرس فيه مدة ثمان سنوات العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير وقد تميز بثقافة دينية عميقة وبشخصية قيادية عززتها نشأته في الصحراء حيث خبر القبائل وحروبها وتعلم وسائل فض الخصومات البدوية كما أصبح ماهرا بمسالك الصحراء تربى عمر المختار منذ صغره على مبادئ الدعوة السنوسية ذات المنزع العلمي الجهادي وهو القائل في ولائه لها إن قيمتي في بلادي إذا ما كانت لي قيمة أنا وأمثالي مستمدة من السنوسية شق عمر المختار طريقه نحو الزعامة مبكرا حين حاز ثقة مشايخ الدعوة السنوسية فأسند إليه محمد المهد السنوسي شيخ الدعوة مشيخة زاوية القصور بالجبل الأخضر واختاره لرافقه إلى تشاد لما قرر نقل قيادة الزاوية السنوسية إليها 1899 ثم عين شيخنا لزاوية عين كلكة هناك فساعد في نشر تعاليم الإسلام بتلك المناطق ثم عاد إلى الجبل الأخضر سنة 1906 فتولى مجددا مشيخة زاوية القصور وفيما بعد أصبح قائدا لمعسكرات السنوسية بالجبل الأخضر شارك عمر المختار أثناء وجوده بيتشاد في المعارك التي خاضتها كتائب السنوسية ألف وثمانمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة واثنين ضد الفرنسيين الذين احتلوا المنطقة وكانت لا تزال وقت ذاك ضمن الأراضي الليبية وفي سنة ألف وتسعمائة وثمانية دعي للمشاركة في المعارك بين السنوسيين والقوات البريطانية على الحدود الليبية المصرية وفي التاسع والعشرين من سبتمبر أيلول عام ألف وتسعمائة وأحد عشر أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية التي كانت ليبيا حين ذاك جزءا منها وبدأت السفن الحربية تقصف مدن الساحل الليبي يومها صار عمر المختار بالعودة إلى زاوية القصور لتنظيم حركة الجهاد ضد الغزاة الإيطاليين فشارك في معركة السلاوي أواخر ألف وتسعمائة وأحد عشر وتولى قيادة المجلس الأعلى للعمليات الجهادية الذي أدار أعظم المعارك في التاريخ الليبي مع المحتلين الإيطاليين خاصة بعد انسحاب الأتراك من البلاد ألف وتسعمائة واثنى عشر بموجب معاهدة لوزان التي تخلوا فيها لإيطاليا عن ليبيا وقد ألحق المجاهدون بقيادة عمر المختار بالغزاة هزائم مريرة فقتلوا مئات الضباط والجنود وخاضوا مئات المعارك في حرب استمرت عشرين سنة ولما انسحب السنوسيون من ليبيا إلى مصر عام ألف وتسعمائة واثنين وعشرين ظلت الحرب قائمة بقيادته وعندما حاصره المحتلون سنة ألف وتسعمائة وستة وعشرين في الجبل الأخضر لجأ إلى حرب العصابات فأجبرهم على طلب مفاوضته سنة ألف وتسعمائة وتسعة وعشرين لكنه رفض مطالبهم بوقف القتال والخروج من البلاد واستأنف قتالهم وفي إحدى المعارك سنة ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين وبعد يومين من القتال المستميت وقع عمر المختار أسيرا في يد الإيطاليين وقد سجل التاريخ كلماته الأخيرة قبيل إعدامه عندما قال للضابط الإيطالي الذي كان يحقق معه نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت وهذه ليست النهاية بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه أما أنا فإن عمري سيكون أطول من عمري شانقي وفي سبتمبر أيلول 2008 إنحنى رئيس الوزراء الإيطالي وقتها سيلفو بيرلسكوني أمام محمد نجل عمر المختار معتذرا عن فضائع بلاده بحق الشعب الليبي وقورنت صورة حنائه ذلك بصورة التقطت لعمر المختار مكبلا بالأغلال قبيل إعدامه وقد وثقت قصة كفاح عمر المختار في فيلم شهير للمخرج مصطفى العقاد بعنوان أسد الصحراء أنتج سنة 1981 وأدى فيه الممثل أنتوني كوين دور عمر المختار تمكن الإيطاليون من أسر عمر المختار يوم الحادي عشر من سبتمبر أيلول ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين بعد اشتباك مع قواته وقدموه لمحاكمة عسكرية سورية في بنغازي حكمت عليه بالإعدام شنقا فنفذ فيه الحكم أمام آلاف الليبيين